السلام عليكم متتبعي القناة مرحبا بكم في صفحة الخامسة والخمسون من كتاب مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثالث من التعليم الابتدائي اليوم لدينا قراءة النص وفهمه أولا أصغي إلى قراءة أستاذي أو أستاذتي يعني أستمع بشكل جيد إلى قراءة أستاذي أو قراءة أستاذتي ثانيا أقرأ بطلاقة مع أصدقائي وصديقاتي اجتمع الصغار وقرروا تخليد هذا الحدث فنقشوا على صخرة كبيرة عبارة يد الله مع الجماعة أي الله سبحانه وتعالى يساعد عندما تقوم جماعة بالتعاون فيما بينهم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يعني عندما يدعون البعض فيما بينهم الله سبحانه وتعالى يقوم بمساعدتهم وتيسير العمل أولا أضع خطا تحت الكلمة التي لا تنتمي إلى القائمة إذن لدينا ماء نهر بئر فرن مدخة بحيرة إذن ماء الماء نهر كذلك يوجد فيه ماء بئر كذلك يوجد به ماء فرن لا يوجد به ماء مدخة تقوم بذخ الماء من البئر أو من النهر بحيرة بحيرة التي يجتمع فيها الماء مساهمة يعني نقوم بإعطاء مساهمة مالية أو مساهمة بالآلات وغير ذلك تطوع يعني التطوع بدون مقابل للقيام بعمل ما تبرع يعني نتبرع بالمال تعاون نقوم بالتعاون إما بالمال أو بغيره انعزال يعني أن نعزل عن الغير ونبقى لوحدنا إذن هذه لا تنتمي إلى القائمة مساهمة أي القيام بمساهمة وغير ذلك إذن مساهمة تطوع تبرع تعاون مساعدة أما نعزال فهي لا تنتمي إلى هذه القائمة تانيا أضع الكلمة المناسبة في فراغ كل جملة لدينا تزود تزيد تزود تزيد إذن تزود هي تعطي وتزيد أي تضاعف إذن تزود تزيد المعلمة في وقت المناقشة إذن تزيد المعلمة في وقت المناقشة يعني تضيف إليها وقتا آخر إذا مثلا إذا كانت حددت وقت المناقشة في ثلاث دقائق بعد ذلك رأت لأن المناقشة تحتاج إلى وقت إضافي فتزيد مثلا دقيقتين فنقول تزيد المعلمة في وقت المناقشة تزيد المعلمة في وقت المناقشة تزود المعلمة التلاميذ بالكتب تزود المعلمة الثلاميذ بالكتب أي تعطي المعلمة الثلاميذ الكتب الآن لدينا تتبرع برع ولدينا الولد في الرسم البنت بمالها إذن هنا تتبرع يعني تمنح أو تهب وبرع يعني قام بشيء أبهر فيه الجميع إذن نقول برع الولد في الرسم برع الولد في الرسم أي أثقنه وبرع فيه تتبرع البنت بمالها أي تهب مالها أو تعطي مالها تتبرع البنت بمالها إذن برع الولد في الرسم تتبرع البنت بمالها ثالثاً أكتب ضد كل كلمة كما في المثال ابتدأت انتهت ضدها امتلأت ضدها فرغت فرحة ضدها حزنة اجتمع ضدها تشتت إذن امتلأت ضدها فرغت فرحة ضدها حزنة اجتمع تشتت رابعاً أستعمل الكلمات الآتية في جمال إذن لدينا الكلمات هؤلاء أولئك بينما هذه فرحة إذن الكلمة الأولى هؤلاء تلاميذ مجتهدون هؤلاء هؤلاء تلاميذ مجتهدون كلمة تالية أولئك أولئك الذين هم على صلاتهم ويحافظون أولئك الذين هم على صلاة هم يحافظون ثم بينما نقول سمعت إذاء بينما أتناول غدائي سمعت إذاء بينما أتناول غدائي ثم هذه هذه فتاة طيبة هذه فتاة طيبة ثم لدينا كلمة فرحا ظل الطفل فرحا طوال السفري ثم ظل الطفل فرحا طوال السفري إذن هؤلاء تلاميذ مشتهدون أولئك الذين هم على صلاتهم يحافظون سمعت سمعت نداء بينما أتناول غدائي هذه فتاة طيبة ظل الطفل فرحا طوال السفري خمسا أضع خط تحت ما لم يذكر في النص إذن سوف نقوم بوضع خط تحت العبارة التي لم تذكر في النص التبرع بالمال تبرع بمبلغ مالي إذن أذكور شراء الإثمنت ومنهم من وعد بشراء الإثمنت إذن ذكرت ومنهم من تطوع بوضع آلاته رهنة إذن تقديم أجهزة وآلات ومنهم من تطوع للعمل مدة إجازته يعني العمل باليد إذن نقل المواد هي التي لم تذكر في هذا النص إذن ذكر في الناس تبرع بالمال لذلك شراء الإثمنت تقديم أجهزة وآلات ثم العمل باليد والذي لم يذكر ونقل المواد ترجمة نانسي قنقل